سؤال من حبيب طبيب مقيم في بريطانيا أنا مقبل على خطوة شراء بيت وأخشى أن أغضب الله عز وجل وأن أكون ممن آذنهم الله بحربيه وضعي الحالي أنا قادر على الإيجار لكن فيه احتمال أن يطلب مني إخلاء المنزل في أي وقت مع ما يترتب على هذا من إهلاك ومصاريف نقل الأساس ونحوه أنا لا أنول عودة إلى بلدي وظل أني سأبقى في هذه البلاد حتى أنتهي من مقصود الأصل الذي جئت من أجله ثم أسافر بعد هذا إلى بلد مشرقي وإذا لم يتيسر فسأبقى هنا شركة التمويل الإسلامية تشترط الحصول على الإقامة الدائمة قبل السماح بالتمويل الإسلامي ولا يزال أمامي ثلاث سنوات لكي أحصل على الإقامة الدائمة أيضا أن التعامل معها يتطلب مبلغ كبير من 15 إلى 20% مقدم لا بد أن يدفع للدخون في تعاقد معهم البنوك التقليدية بتطلب 5% فقط لا أعرف أحد أن يستطيع إقراض المبلغ كاملا وقرأت فتوى للمجلس الأوروبي بجواز هذا في البيت الأول ونحوه فما هو التعليقكم على هذا الموم نقول له يا رعاك الله يعني أولا أدعو الله لك جل جلاله أن يثبتك وأن يمن عليك بالتوفيق والقبول وأشكر لك حرصك على تحر الحلال والحرام في المكاسب والمطاعم والمساكن فإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحة يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات ما رزقناكم لكن ما ذكرته يا رعاك الله لا يعد أن يكون حاجة أو مصلحة ظاهرة والحاجات والمصالح لا يتذرع بها إلى تسويق المحرمات الاقتراض بالربى لا يترخص فيه إلا تحت وطأة الضرورات أو الحاجات العامة التي تنزل منزلتها والأصل في العاجز عن تملك مسكن بطريق مشروع لا ربى فيه ولا ربى أن يقنع مرحليا بالاستئجار ففيه مندوحة عن الوقوع فيما حرمه الله ورسوله من الربى لكن إذا مسل الاستئجار حرجا بالغا ومشقة ظاهرة من نسبة لبعض الناس لاعتبارات تتعلق بعدد أفراد الأسرة أو غير ذلك ونعدمت البدائل المشروعة بالكلية جاز لهم الترخص في تملك مسكن بهذا الطريق في ضوء الضوابط الشرعية المقررة في تنزيل الحاجات منزلة الضرورات بعد الرجوع إلى أهل العلم لتحديد مقدار هذه الحاجة ومدى توفر شرائط الشرعية من هذه الضوابط أولا تحقق الحاجة بمفهوم الشرعي وهو دفع الضرار والضعف الذي يصد عن التصرف والتقلب في أمور المعاش ومنها انعدام البدائل المشروعة وذلك بأن يعم الحرام طبق الأرض وأن تنحسم الطرق إلى الحلال وإلا تعين بذل الجهد في كسب ما يحل ومنها الاكتفاء بقدر الحاجة وتحريم ما يتعلق بالترفه والتناعم ومنها انعدام القدرة على التحول إلى مواضع أخرى يتسنى فيها الحصول على البديل المشروعة فالرأي يا رعاة الله أن تصبر على أمر الله عز وجل ويقيني إن شاء الله أن الله جل جلاله سيجع لك فرجا ومخرجا ومن ترك شيئا لله أبدله الله خيرا منه سؤال آخر من سؤال